وكأنها لم تكن جفت بحيرة ساوى بمحافظة المثنى والتي كانت يوما ما لؤلؤة الصحراء العراقية زالت ولم تؤتي التحذيرات ثمارها لم يصغي أحد لدعوات إنقاذها من حالة التدهور وتراجع مناسبها في ظل التجاوزات التي طالتها وعلى رأسها حفر مئات آبار المياه الجوفية نرى أهمال كبير بحيرة ساوى لأنها جفت بالكامل من قبل الحكومة المركزية والمحلية لأنها محمية طبيعية كانت وما زالت تعاني بحيرة ساوى نتيجة أهمال حكومي بحق هذه البحيرة نتيجة المعامل الموجودة والمصانع الموجودة على أطرافها البحيرة وذلك يسحب مياه الجوفية الخاصة بالبحيرة أو الخاصة بالمنطقة فذلك تأثرت على البحيرة حاليا أعتقد نسبة المياه الموجودة بالبحيرة ما تتجاوز الواعد بالمياه ويشير الباحثون إلى أن العراق لا يمتلك حتى الآن استراتيجية للمياه الجوفية لمنع استنزافها مؤكدين وجود حلول يمكن اتباعها لمنع اختفاء ما تبقى من البحيرة والتي يمتد عمرها لآلاف السنين فترة سحب المياه توقف في فترة من الزمن من الماملحها المزارع القريبة من بحيرة الساوى يعني توقفت بدأ موسم الحصاد وبالتالي توقفت عن الحاجة لسحب كميات كبيرة من المياه بغرض السقي يلوحظ أن بحيرة الساوى ارتفع مستوى الماء بها ليس على المستوى القديم بس ارتفع حوالي متر ونصف مترين أمام هذه المطالبات بإنقاذ البحيرة يعيد العراقيون الطرحة تساؤلات عن الأسباب التي تدفع الأحزاب الموالية لإيران في العراق لإهمال بحيرة الساوى في وقت تشيد في مدينة مشهد الإيرانية بحيرة اصطناعية من أجل أن تكون مرفقا سياحيا هاما بينما في مدينة السماوى توجد بحيرة طبيعية اسمها ساوى تترك للتجفة تماما وتستنزف نتيجة الإهمال وفساد المنظومة السياسية